أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل دعم برلين السياسي والأمني لدول غرب إفريقيا معلنة استعداد برلين لتمويل وتأسيس فرقة عسكرية لتدخل السريع في مناطق الصراع الأفريقي وقالت ميركل في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الغني جون مهاما أن الاتحاد الأوروبي يناقش حاليا وضع ميزانية لدعم تأسيس فرقة قتالية للتصدي لبوكو حرام والجماعات الإرهابية الأخرى لقد أوضح الرئيس أنه يجب أن تكون هذه القوات من الدول الإفريقية فقط على أن يتم تمويلها بشكل مستدام هذا يعني أنه يجب أن نتحدث مع الاتحاد الأوروبي حول الإمكانات المتاحة في إطار الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي أعتقد أن الحل الأمثل للأزمة هو إرسال قوات إفريقية فقط ولكن بناء على مصالحنا المشتركة يجب توفير التمويل الكافي والدعم لهذه القوات نحن نطالب الاتحاد الأوروبي بعقد جلسة خاصة لمناقشة أزمة جماعة بوكو حرام من أجل التوصل لإستراتيجية للتعامل معها بشكل صحيح خاصة فيما يتعلق بتشكيل قوة إقليمية للتعامل مع خطر هذه الجماعة سررت كثيرا بالأنباء التي تحدثت عن إرسال تشاد قوات إلى الكاميرون لمساعدة القوات الحكومية هناك ولكن أعتقد أننا يجب أن نعمل بشكل أكثر تنسيقة لتشكيل قوة إقليمية لديها خطة واضحة لتحقيق الأمن في شمال شرق نيجيريا إن الإرهاب يهدد العالم ككل ولا يمكننا أن نغضى الطرف عن أي جماعة إرهابية في أي بقعة من العالم لأن الإرهاب مثل السرطان ينمو وينتشر بسرعة ويهدد المزيد من الدول كل يوم ولذلك يجب أن نتعامل معه بسرعة وحزم